عايز ألك كمان على مسيرة فولهم في الدولة الإنجليزية هذا الموسم فوز بخمسية رائعة جداً على وستهام في الأسبوع الأخير ماذا تتوقع لفولهم لنهاية الموسم؟ ما هي طموحات وأهداف فولهم هذا الموسم؟ في هذه اللحظة نحن نحظى بلحظات رائعة في آخر ثلاث أو أربع مباريات أدينا نتائج كبيرة يوم بعد يوم نحسن من جودة الفريق لدينا منظومة تتحسن يوماً بعد الآخر في آخر السنوات كان النادي فاز ببطولة الشامبينشيب وتأهلنا للدور الإنجليزي والآن نمور بلحظات والنادي بدأ يكون نادي في الدور الإنجليزي بشكل حقيقي لنبقى بشكل كبير في الدور الإنجليزي لدينا فريق رائع نحن نقاتل للفوز في كل مباراة المدير الفني الذي أعمل معه نعمل مع بعض منذ مدة يعمل على أعلى مستوى مدير الفني على أعلى مستوى لديه طموح كبير يدفع اللاعبين للفوز في كل مباراة لدينا فريق فني كبير وفريق من اللاعبين رائع خسرنا أمام ليفر بول ولكننا أحرزنا ثلاثة أهداف وأحرزنا عشرة أهداف في آخر مبارتين فأعتقد أننا لدينا الرغبة في الفوز من مباراة ولكنها منافسة صعبة جدا جدا كل المباراة لا تعرف ماذا سيحدث لأن المباراة تكون حماسية بشكل كبير نواجه لعبين رائعين ولكن لدينا لعبون الذين يغيرون من مجريات أي مباراة لدينا لعبون في كل المراكز بشكل جيد ولكن الأمر صعب الدوري دوري صعب لنتوقع في أي مركز سننهي ولكن بالطبع أعتقد أننا نتطور على مستوى منشآت النادي على مستوى النادي على مستوى اللاعبين وسنبقى أعتقد أن سنبقى لفترة أطول في البريمير ليغ